انت بتتكلم على مرشح للرئاسة الأمريكية عشان تتهمه في أي قضية لازم تدرسها كويس جدا ده الإعلام مش هيرحمها سواء ديمقراطي أو جمهوري هيبقى جاية عليك شوية ده انت عاوز تقصي مرشح في الرئاسة الأمريكية فإيه اللي حصل اللي حصل إن المدعي العام في أمريكا اسمه مارك جارلان الراجل ده طلع قال إيه قال أنا عندي قضيتين بالنسبة لدونالد ترامب وأنا مش هتراجع عنه قضية مارا ليجو اللي هو منتجعة بتاع دونالد ترامب ده اللي الف بي آي فجأة كده راحت أغارت على المنتجعة ودخلوا جواب مكتب دونالد ترامب ولقوا وثائق مرمية على الأرض ووثائق سرية مكتوب عليها لقوها مرمية على الأرض كده ولقوها جواب مكتب يعني بشكل عادي يعني فتحفزوا على الوثائق دي وقال إن هم 11 ألف وثيقة فيهم حاجات كتيرة جدا وثائق سرية تخص برنامج إيران ناوي تخص حياة إيمانوال مكرانش شخصية تخص حياة أنجيلا ميلفل ووثائق سرية تخص الصين ووثائق سرية تخص مرتبات جواسيس أمريكا في الخارج شوف الكوارث كل ده 11 ألف وثيقة لدى الرئيس الأمريكي ورئيس الأمريكي تنازل عن روايته إن هو كان أفرج عن السرية عن الوثائق دي ما بقاش يقول الكلام ده بقاش يقول أنا أفرجت عن الوثائق لا لا فدلوقتي وزارة العدل الأمريكية عاوزة تتحرك في القضية دي إنها قضية غبطة تانية حاجة وزارة العدل الأمريكية عاوزة تشوف نتائج لجنة 6 يناير المكونة من الكونجرس وعاوزة تتدخل في القضية دي كمان وعاوزة تحقق فيها بس لو الوزارة تتحرك بحد ذاتها كده أو بنفسها هتبهدل فالليه يحصل الوزارة لقت حل ومدعي العامل الأمريكي لقى حل حلوة قال لك أنا عاين مستشار قضائي مخصوص لقضيتين دول والمستشار القضائي المخصوص ده اسمه جاك سميس وراجل ده عنده خبرة كبيرة جدا بالقضاء ومش مسيس يعني لا تابع الحزب الديمقراطي ولا تابع الحزب الجمهوري ده راجل كده تمام ومالوش فواتين يسددها لحد ده راجل كده باشا مع نفسه